طلب فلاديمير بوتين من يانجي تشي نقل تحياته القلبية إلى الرئيس الصيني شي جينبين وقال إن العلاقات الروسية الصينية هي الأفضل في تاريخها ومن الضرورية يحافظ رئيسات دولتين على اتصالات وثيقة وأن روسيا ملتزمة بشدة بتطوير شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة مع الصين على مستوى رفيع وهي على استعداد لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين والدفاع عن التعددية وتقديم المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي كما نقل يانج أطيب الأمنيات من رئيسه ورسالة شفوية منه إلى رئيس بوتين وقال يانج إنه بفضل التخطيط والقيادة الاستراتيجية لرئيسي الدولتين تتطور شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد بقوة دفع قوية وفي الوقت الذي يوافق فيه هذا العام الذكرى العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار للصداقة والتعاون الودي بين الصين وروسيا آرب يانج عن استعداد الصين للعمل مع روسيا من أجل التنفيذ الشامل للتوافقات التي توصل إليها رئيس البلدين وتحويل الثقة السياسية المتبادلة رفعة المستوى إلى مزيد من النتائج للتعاون الاستراتيجي وترأى سايان وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باترو شيف يوم الثلاثاء الجولة السادسة عشر من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا وتبادل الجانبان لأراء بشكل معمق وتوصلا إلى توافقات عريضة بشأن العلاقات الصينية الروسية وعدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي على الصعيد العالمي اشتركوا في القناة